المخابيز لا تتلقى أي دعم مباشر من طرف الدولة إذن من هنا أنفي بأنه كان هناك أي زيادة منطقي أنه فاش كتكون زيادة ديان من 100% منطقي أنه خصش واحد يتحمل هذه الزيادة مرحبا بكم وشكرا على استضافة هو الخبار يعني فيه نوع من المغالطة باش نكون واضحين لأن هنا إحنا في الفيدرائي المغلبية للمخابيز الحلويات صدرنا بلاغ كان عاقبة تصريح ديال الوزير ناتق رسمي اسم حكومة مصطفى بيتاس حيث أعلن أن المخابيز تتلقى دعما بـ 50 مليار سنتيم شهريا في إطار المحافظة على التمال مرجع الدرام وشرين أكيد أن الفيدرية فاعلت مع هذا البلاغ هذا بالنفي من طبيعة الحال وكان بلاغ توضيحي للرأي العام الوطني بأن المخابيز لا تتلقى أي دعم مباشر من طرف الدولة فعلا الأسبوع الذي بعده وجاء سيد الوزير الميزانية وأكد بأن المخابيز لا تأخذ أي دعم مباشر ولكن الدولة تدعم الحبوب عند استيراد في إطار المحافظة على واحد ثمان مرجعي ديال الدقيق الليين دقيق قمح الليين اللي هو الفورس على أسان أنه ميفوش 350 درام القنطار وكان واحد الاتفاق ما بين الدولة والمخابيز على أنه الدولة تحافظ على الثمان ديال الدقيق 350 درام القنطار وفي المقابل المخابيز يحافظوا على ثمان الوحدة ديال 165 درام في إطار ديال درهم و20 فرنك هذا الاتفاق لا زال ساري المفعول وليس في أي زيادة والباية اللي كنا تكلمنا عليه كنا تكلمنا بأن هناك كان هناك مدارسة لأنه كان بعض الناس اللي بغي أن يزيدوا ولكن ما كان شي حاجة اللي هي رسمية وما كان شي بارغ رسمي وما كان شي زيادة اللي هي معتمدة من طرف الفيدراليال جميع المتاسبين دياله إذن من هنا أنفي بأنه كان هناك أي زيادة ولكن أؤكد بأنه التامر المرجعي ديال درهم و20 الخبز دياله اللي أنا قش فيه حالياً كان مناطق اللي زادوا فيها الناس 20 فرانك كل 30 فرانك كل 50 فرانك وكان مناطق اللي ما زادوش فيها الناس لأنه هذه المسألة هذه كتبقى مرتابطة بالموقع دياله بالنوعية ديال الزبائن دياله بالنوعية ديال الجهيز دياله بحجم استثمارات دياله بحجم العمال دياله وكل واحد عنده الإكرهات خاصة دياله ولكن هذي كان يدخل كما قلت لك دائماً في قانون ديال الأسعار والمنافسة وهي محررة بقوة القانون اللي يمكن الحادث عليه ونعوده اللي حادث عنه هو التامل الخبز العادية اللي من الدقليين هذي إكرهات لا زيادة فيها اللي دعينا ليحنا فقط هو كان دعو الحكومة يعني من دو مدة لأنه أمام هذي الإكرهات كلها أمام هات تأثيرات ديال جائحة اللي تقريباً مشات لنا كتر من خمسين في المئة ديال رقم المعاملات من اللي كانت تكلموا على الجائحة كانت تكلموا على أنه القطع السياحي متوقف كان عني بأنه زبائن مهم من ديالنا اللي هما مثلاً الفناديق وممويني الحفلات والناس اللي كي أورغانيزيوا وليفين مونسيال هذي كلهم مشات ديال ومتوقفين على العمال وبالتالي الحجم من رقم المعاملات كيضع لنا هذي تأثيرات ديال كوفيد زيد عليها تأثيرات والإكرهات ديال هذي زيادات المتثالية نحن حالنا حال مواطن مغربي كأكل يعني اللي كيمشيق ثاني مثلاً من المساحات الكبرى ولا من عند البقال أكيد أنه كان يشري السميد بشهر 8 درام ونصو 6 درام واليوم كيلقاه ب10 درام و10 درام و50 هذي نفس السميد اللي كان شريه حتى حنايا منطقي أنه فاش كتكون زيادة ديال من 100% منطقي أنه خصش واحد يتحمل هذي زيادة ما يمكنش حنا عندنا إكرهات خورة من غير هذي عندنا الثمن ديال الزيت عرف زيادة موهولة والمغاربة كاملين يستهلكونها ويعرفون قيمة زيادة فيه المارغارين النباتية زيادة ديال على الأقل 40-50% الزبدة الحيوانية كانت ب45 درام اليوم كتدير 80 درام التلفيف يعني البابي والصاشي اللي كيتزاد الضوب الثمن دياله يعني 100% ديال زيادات للشار السوسيال راكم أنتم ما كتعرفوا بأنه نحن في إطار ديال الدولة الاجتماعية وفي تفاعل مع النداءات الملكية من أجل تعميم التغطية الصحية للجامع العمال هذا أكيد تتقل تهول كهين ديال المهني لأنها مصاريف زيادة لأنه كل عامين تقريباً كتزاد عليه 800 درهم في الشار ديال المصاري هذي كلها إكرهات كيعيش هذه المواطن التكلفة الطاقية نحن نؤدي الكهرباء أول ما حاله ناحى جميع المواطن المغاربية بالنظام ديال الأشطر وهذا غير ماشي عدل هذا لأنه الناس اللي كيقوموا بتصنيع وكيشتغلوا بالطاقة من أجل تهيئ واحد المادة حيوية كيستفدوا من واحد تعريفة خاصة تعريفة صناعية ولا تعريفة خاصة على الشكل ديال ديال الفناديق ولا المناديق الصناعية وإحنا لا دونك هذي كلها مجموعة ديال الإكرهات حنا كان طالبوا الحكم من أجل واحد للجولوس طاولة الحواء نطمئ المواطن بأنه الخبز ديال 2020 حالياً لا زيادة فيه لا يمكن أن نكون طرفاً أبداً في أي احتقان ولا أي تأجيج أي احتقان شعبي ولا مجتمعي أبداً نشتغل من منطقة ديال المقاولة للمواطن اشتغلنا في دوره أسوأ من هذه اشتغلنا في دوره ديال الكوفيد ديال الحزر الصحي الكاميل للناس كانت كلها خايفة وكلها داخل الدور ديالنا واستطعنا أننا نضمنوا الاستمرار ديال توفير هذه المادة الحيوية للمغاربة طيلة هذه المدة ولن لنحيدة أبداً على هذا المسار ديالنا وإلا كانتش حاجات كما قلت ستكون في إطار تشاوري مع الحكومة وأبداً يعني من قررت وحادية ما ديش تكون لا ممكن هذا الخبز العادي ديال ديالهم وعشرين ربما كانش اللي غادي يزيد فيه على ديالهم وعشرين هو الخبز يعني كان كالمراقبة رهن مؤخراً مثلاً في هذا اللي نوض الدجا هو هذا الاعلان مثلاً اللي كان وقع في تيزنية ترى السلطة من اللي دارت المراقبة ديالها ونسقات يعني وكانت هناك تساؤلات الجمعية المحلية المكتب المحلي ديال الفيدرية المغربية المخابيز والحلوية في المدينة أكدوا ليون بأنه ما كان زيادة وفعلاً قامت لجان المراقبة يعني بالمراقبة ولقعت بأنه ما كان زيادة فهذه زوبة عافية في نجان نظن بأنه هناك أكيد ركال الإكرهات أكيد كان زيادات أكيد كان تشكي ديال المواطنين وديالنا احتحنا كمواطنين وكمستثميرين ولكن أبداً تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد